السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ نصر بحبر قناة الأستاذ الناجح تلاميدي العزاء راميدي الأولى متوسط نواصل معكم سلسلة دروس مادة اللغة العربية الفصل الثاني ولمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا تجدون روابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليقين قبل أن أبدأ في شرح هذا الدرس المرجو منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك ونشر هذا الفيديو ليستفيد الجميع من هذه المعلومات المهمة لماذا؟ لأن هذا الدرس بنسبة كبيرة سيقدم لكم في الفرود والاختبارات الخاصة بالفصل الثاني على بركة الله نبدأ يقول الشاعر محمود غنيم في قصيدته المدياع هذا البيت مأخود من المدرسي على ما أظن لم تخوني الذاكرة صفحة 94 كأن ملكرة الأرضية حصارت في جوفها والورى في جوفها حصر هل كلامه في هذا البيت يحتمل الصدق أم الكذب؟ ماذا نسمي هذا النوع من الأسلوب؟ أقول هنا أعزاء تلاميذ الأسلوب ولم أقل النمط يعني يجب أن تركز وتفرق بين النمط والأسلوب إذن في هذا الدرس أتعلم أنواع الأسلوب قبل أن أتعرف على أنواع الأسلوب ولكي أجيب عن هذا السؤال يجب أن أفهم ما هو الأسلوب اللغوي الأسلوب اللغوي هو الأسلوب الذي يتبعه الكاتب يعني كل كاتب أو شاعر له أسلوب يستعمله لماذا؟ يستخدمه لإقناع المستمعين والتأثير عليها إذن هذا يقودنا إلى معرفة أنواع الأسلوب اللغوي ما هو مبرمج عليكم هذه السنة؟ نبدأ بالأسلوب الخبري ثم الأسلوب الإنشائي فما هو الأسلوب الخبري؟ الأسلوب الخبري يكون الخبر كاذبا أو صادقا ما معنى ذلك؟ حسب مطابقته للواقع أعيد يكون الخبر كاذبا أو صادقا حسب مطابقته للواقع يعني أنت عندما يصلك الخبر تطابقه مع الواقع إذا كان صحيحا فهو صادق إذا كان خطئا فهو كاذب إذن يعني أن الأسلوب الخبري يحتمل الصدق أو الكذب الأسلوب الخبري الإبتدائي الإبتدائي هو أسلوب أو إذا كان الخبر لا يحتوي على أدوات التأكيد ما معنى ذلك؟ أنك توجه كلامك لمخاطب خالي الذهن ما مع خالي الذهن؟ يعني أنه لا يشك في كلامك وغير متردد في تصديق كلامك مثل أنت إنسان ناجح المعلم قادم هنا لم تستعمل أي أداة تأكيد بعد مخاطبتك لهذا الإنسان الخالي الذهن كما قلت لا يشك في كلامك أما النوع الثاني الخبري الطلبي الخبري الطلبي خبر موجه لمخاطب اسمع جيدا شاك أو متردد عكس الأول الأول غير شاك وغير مترد فيستحسن تأكيد الكلام بمؤكد واحد لإزالة تردده وشكه أدوات التأكيد عندنا مثل إن الأول الإبتدائي لم أستعمل معه أي أداة تأكيد أما الثاني يجب أن أستعمل معه أداة واحدة فقط الإنكاري هو خبر موجه لمخاطب منكر أو مكدب فهنا يجب عليك تأكيد الكلام له بأكثر من مؤكد الأول الإبتدائي خالي من التأكيد الثاني وهو الطلبي تستعمل معه أداة واحدة للتأكيد أما الإنكاري يجب أن تستعمل معه أكثر من مؤكد لكي نتبت المعلومات التي شرحتها سابقا إليك النوع الأول أو الجملة الأولى الجملة الأولى تقول أعلنت المدرسة عن النتائج لنقول أنك ذهب إلى زميلك لكي تخبره أن المدرسة أعلنت عن النتائج مثل النتائج الإختبارات فماذا تقول له أعلنت المدرسة عن النتائج هنا عزيز التلميذ هل استعملت أدوات التأكيد مثل إن أو لم التأكيد أو قد لا لم أستعمل أي أداة تأكيد فهنا الذي خاطبته خالي الدهن يعني أنه يصدق كلامي مباشرة بدون أداة تأكيد أما الجملة الثانية إن المدرسة أعلنت عن النتائج نلاحظ هنا أننا استعملنا أداة تأكيد واحدة فقط فما هو هذا النوع هذا النوع هو طلبي أو أقول خبري طلبي لماذا؟ لأننا استعملنا أداة تأكيد واحدة فقط هنا ها الذي خاطبته عنده شك أو ترد فقط الجملة الثالثة إن المدرسة قد أعلنت عن النتائج لاحظ معي استعملت أداة التأكيد الأولى والثانية هنا الذي خاطبته منكر ومكذب لكلامي لكي أؤكد كلامي معه استعملت آدات التأكيد إن وآدات التأكيد قد إذن هذا الأسلوب استعملت فيه أكثر من آدات تأكيد فهو أسلوب خبري إنكاري